السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا ومحمد أرجو من الله أن الجماعة يكون بخير وحب أقدم تحياتي وسكري لكل الناس اللي بتتبعني قل لكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا صوبك تعذاب اللهم أمين يا رب العالمين بسم الله وعلى باركة الله حب النهاردة أن أنا أجهز معاكم الغداء اللي أنا هعمله طبعا النهاردة أولادي طلبوا مني رزم عمر رزم عمر في الفرن طبعا المصرين عارفينه أكيد يعني بسم الله ومساء الله اللهم بارك وحب برضو في الفيديو ده أكلمكم عن حاجة أنا بديت فيها وإن شاء الله بإذن الله ربنا يجعل لنا فيها الخير إن شاء الله بإذن الله أول حاجة أنا سويت طاغن رزم عمر في الفرن وعملت بطاطس وعملت بيض مضحرج وزي ما أنتوا شفتوا كده هنسمي ونتوكل على الله ونبدأ نجهز طاغن الرزم عمر بتاعنا مبدأيا الطاغن ده أنا جبته معاكم من أبو خمسة بكام بحضاشر ريال وخمسة واربعين هلالة بصراحة حلو جدا 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 أول حاجة خالص هعملها طبعا عندي الرز ده منقوع بقاله ساعتين يعني رسلته وحطيت عليه مياه وسبته ساعتين كاملين كل ما نقعنا الرز كل ما طالع معنا كويس إن شاء الله بإذن الله هنسمي ونتوكل على الله طبعا الوصفة دي هنحتاج فيها زبدة هنحتاج فيها سمنة لو فيه سمنة بلدي هنحتاج إشطة هنحتاج حليب وشوية ملح شنحتاج حاجة غير كده مبدأيا هنسمي وتوكل على الله وأخد حتة من الزبدة بتاعتي وأبدأ أدهم بيها الطاغن كويس جدا الحركة دي مهمة جدا جدا يعني بصوا بتخلي الرز المعمر كده جميل وبتخلي طعمه حلو بسم الله وعلى بركة الله يعني حط وقطر يا معبو مش هنبيعه يعني بسم الله ومشاء الله هنا خلاص دهنته كويس جدا وسميت وتوكلت على الله ونزلت بالرز بتاعي المخسول اللي أنا نقعته ساعتين اثنين بسم الله ومشاء الله تمام ممكن محطش الرز كله ممكن أنا عاملة بزيادة عين الحبة البقين دول أو نشفهم واطحانهم أعمل بهم كفتة رز مش هيخرابه يعني عندي هنا قلب زبدة مش كبير صغير بس عشان يزبط معايا هسمي كده وتوكل على الله أيوة والفه كده بالورقة بتاعته وأجي بالمبشرة بتاعتي اللي أنا ببصر بها البصل وأسمي أنا عامة ما ببشرش بها بصل يعني أنا بقطع البصل على ايدي بس هي موجودة للحاجات اللي زي كده وأسمي كده وأبدأ ايه أبشر الزبدة بتاعته ليه بقى؟ حركة بشر الزبدة دي بصوا يعني هتخلي الزبدة عندي متوزعة في الطاجون كله مش هتيجي في حتة وتسيب حتة طبعا لسه هفرقه يعني مع القشطة ومع الحاجات دي طبعا الزبدة هتكون بس كافية لازم ما سمي كده وإيه وبالمعلقة وأنزلها بسم الله ومشاء الله اللهم بارك الرز المعمر ده جماعة بصوا من الأكلات الجميلة جدا جدا بس للأسف بقى أنا النهاردة مش هقدر أكل منه خالص لإن أنا بقالي أسبوع بالزبط ماشي على حمية وحب أن أنا أكلمكم عن الحمية دي لإنها بصوا يعني جابت معاين نتيك حلوة جدا فأنا حب أكلمكم عنها أكلمكم عنها إن شاء الله بس نخلص الرز ونحطه في الفرن هنا خلاص حطيت الزبدة بتاعتي هنزل بالزبط كده بيع البتين جشتة فرش مش الجشتة التانية اللي هي العلب الحديدية لا العادية الفرش المراعي الصافي أي حاجة مش عارفة مش عارفة النسى ما بترنش علال إذا كنت بسجل هنا نزلت بنص معلقة فلفل اسود مع ملح دي خلطة أنا بعملها عندي في البيت هسمي وتوكل على الله وأنزل بالحليب بتاعي طبعا قبل ما حط الملح مع الفلفل الاسود أنا خلطت كويس جدا الجشتة مع الزبدة مع الرز عملتهم بإيه دي يعني كويس جدا هسمي وتوكل على الله وإيه وقلب كل الحاجات دي ببعضها طبعا عندي الفرن شغال على درجة 200 تحت وفوق هحطه في الفرن وأخلي الطاجن قريب من فوق من الشواه من فوق بحيث إن وشه يتحمر لما وشه يتحمر ههدي عليه هخلي الملح مش راضي نسي الله المستعين ههدي عليه خالص وأخليه شغال من تحت بس آه معلقتين تلاتة زيت كده على الوش عشان ما عنديه السمنة الزيت أخفي من السمنة هو زيت نباتي يعني طبعا الوصفة دي ما ينفعش فيها زيت الزيتون خالص يعني هي مش هيطلع كويس تمام كده تمام تمام هنحطه في الفرن زي ما قلت لكم الفرن شغال عندي على درجة 200 يتحمر من فوق أطفي من فوق واسيبه شغال من تحت على درجة 150 بيقعد نص ساعة في الفرن وبيطلع ما شاء الله هورهو لكم بعدين هنا بقى أنا أحب أكلمكم عن التجربة اللي أنا إيه اللي أنا ماشية فيها دلوقتي هي نوع من أنواع الحمية بيعتمد على البروتين الخضروات الفواكه آه عشان الحمية دي تنفع معنا أنا بجلس عليها أربعين يوم ببعد تماما عن السكر عن الرز عن الخبز عن الماكارونة أي نوع من أنواع الخبز بر أبيض كله ببعد عنه وأهم حاجة السكر السكر ببعد عنه خالص ما بستخدمهوش ولا باكل حاجة فيها سكر غير الفكهة ممكن أكل فكهة أوكي ما فيش مشاكل ده كان فطاري النهاردة اتنين بيض مسلوئين معلقة حمص حب الطماطم مقطع حبتين فجل أحمر هندي مقطعين تلات زاتونات هو ده الفطار طبعا بيختلف كل يوم ممكن أعمل حاجة تانية بس يعني كل حاجة متاحة أكلها إلا الرز والخبز والسكر والماكارونة الأربع حاجات دول بعيد عنهم والبطاطس برضو يعني النشويات والكاربوهايدرات لا لكن بروتين ما فيش مشاكل فواكه ما فيش مشاكل طبعا أنا كنت متعودة في الأول كنت بشرب شاي بعد الفطار دلوقتي لا طبعا غيرت وبشرب ينسون أو أو أي حاجة تانية أي حاجة عطرية نعناع مثلا ريحان أي حاجة طبعا الحمية دي جميلة جدا جدا يا جماعة بتخسس برضو ماشي على صيام متقطع يعني مساعة خمسة ما بقولش حاجة الغداء طبعا ممكن يكون سمكة مشوية شوية لا إله إلا الله شوية سلطة مع سمكة مشوية كام شريحة كبدة مع طبق سلطة مع خاص مع خيار اللي انتو عايزينه أهم حاجة في اللحمية اللي أنا بتكلمكم عنها دي ولا السكر ولا الخبز ولا الرز ولا المقارونة لمدة أربعين يوم ماكلش إلى أربع أشياء دول وبعد كده أكل كل حاجة كل الفواكه إلا طبعا كان فاكها كده يعني ماينفعش إن إحنا ناكله طبعا إن إنا هنا بعمل بطاطس مع بيض دي بطاطس اللي هي بتبقى الرفيعة خلني بس أقول لكم عشان نرجع لموضوع الحمية تاني البطاطس الرفيعة بجمعها في يوم زي ده وأخسر البيض وحطه معاه وحطه على النار يستوي كله مع بعضه هنا أنا قلت أروح أشوف الرز ده الفرن أنا حطاه طبعا في مدخل البيت الناس اللي كانت سألتني عليه أهو اسمه هو الله ما نعرف اسمه إيه هو توركي تقريبا طبعا أنا باستمرار بحط الفرن بتاعي في المدخل مدخل البيت برضو بحط هناك مثلا زي شوفوا زي الرز زي الدقيق زي العدس زي الفول الحاجات اللي ملهاش لازم عندي تحت السلم كده يعني عندي برضو هنا هتلاقوا البطاطس الطماطم الحبحة بالشمام المنجا الزيت الدقيق كرتون حليب ده كان عندي من رمضان البطاطس البصل كل الحاجات دي أنا بحطها في مدخل البيت عشان بيبقى المكان هناك بارد جدا فما بحتاجش تلجة ولا حاجة هنا طبعا هو لسه يعني قيم يحمر من فوق على ما يحمر جيت بقى صفت البطاطس وإيه وجيت عشان أقشرها وقاليها معاكم طبعا الحمية اللي أنا ماشي عليها دي يا جماعة زي ما قلتلكم بتجيب نتايج بص رائعة بس على شرط يعني زي ما قلتلكم أربع حاجات نستبعدهم لمدة 40 يوم الخبز الرز السكر المقارون أي حاجة بقى فيها سكر بسبوسة كنافة جيلي كريم كرامل لمهلا بيقى مفيش عصير لا مفيش ممكن ناكل فكهة بس نستسني المنجا العنب الطمر التين لاربع دول لا بعد كده عادي كمترة كيوي تفاح تفاح أخضر وأنسب حاجة تفاح الأخضر طبعا زي سيام متقطع سيام المتقطع أنا بوقف الأكل خالص الشرب أشرب أشرب ميا أشرب شاي من غير سكر بالنعناع أشرب ينسون أشرب أي حاجة من الأحشاب العطرية لكن من غير سكر طبعا أنا بوقف أكل ده الطاج هنا هو خلاص كده ما شاء الله كده هطلع من الفرن أنا بوقف أكل يا جماعة من الساعة من الساعة خمسة لحد تاني يوم الساعة عشرة لازم يكون ستاشر ساعة ما فيش أكل ده السيام المتقطع بيجيب نتاج رهيبة رهيبة هنا خلاص أنا حمرت البطاطس حمرت البيت بقى بيض مضحرج طلعت لامون مخلل قالنا بحبوه وده طاجن الرز المعمر بسم الله ما شاء الله ريحته تحفى بس معلش بقى أنا مش هقدر أكل منه بقى ألف عافية على اللي أكلوه عايزة بس أغرف معاكو كده جطعة منه بصوا يا جماعة تحفى تحفى بسم الله ما شاء الله وسهل وبيتعمل في الفرن وما بياخدش يعني ما بياخدش مجهود حط ده على ده على ده وحطه في الفرن ونسمي ونتوكل على الله وهيطلع زي الفل بسم الله ما شاء الله بيطلع جطع كده هو الرز بيبقى مستوي كده وطعمه جميل جدا اللهم بارك أنا عايزة بس أطلع كمان حتة عشان إيه أحط للشباب يتغدوا والباقي طبعا أحطه في الفرن تاني عشان الفرن سخن بيفضل فترة طويلة سخنه في الفرن يعني بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طبعا حب برضو إن أنا أقطع لهم حب حب عندنا حب حب الحمد لله رب العالمين بس أنا أحب أقطعها بقى تقطعت إيه تقطعت معلمين تقطعت الناس اللي بيعوا الحب حب بص آه تكة من هنا وتكة من هنا أو من هنا ومن هنا ما عايزين نشوفها يعني الحب حب هو دلوقتي على فكرة بقى حلو اللي هو البطيخ يا جبعة بقى حلو الوقتي طعمه حلو ومسكر والناس تشتريه وهي مطمئنة يعني بسم الله ما شاء الله أنا جابيها من سوق الخضار شوفوا تحفة رخيص يعني بخمسة وعشرين ريال بتلاتين ريال بس حجمها كبير بسم الله ما شاء الله بصراحة جميلة جميلة آه جميلة كده ومن جوة بصوا جمدة مشترية مش فيها مياه كتير لا خالص جميلة ومسكرة أنا خدت حتة بسم الله ما شاء الله على فكرة الحمية اللي أنا ماشي عليها عادي برضو إن أنا أكل حب حب أو شمام بس بكميات بسيطة جيت عصوية آه الحمية دي برضو يا جماعة بصوا من الحاجات الحلوة اللي فيها خصوصا للستات بصوا بتبين ملامح الجسم يعني بتبين جسمك بتبين كتلة الجسم مش بقى كلها كتلة واحدة لا ايه اقول لكم ازاي بتقسم جميلة جدا خصوصا الصيام المتقطع تحفة بسم الله ما شاء الله فأنا ماشي عليها بقالي أسبوع وربنا يعيني ويسعيدني أكمل للباقي الحمد لله أنا من الناس اللي عندها عزيمة وأقدر أكمل أحطت في دماغي حاجة أعملها ما عنديش مشكلة طبعا أنا أسمت الحبحة بقى نص هعينه في التلاجة بس لازم وحتم نغلفه كده كويس جدا بالنيلون اللاصق عشان يفضل معايا كويس والنص التاني هقطعه له بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ده طاجن الرز المعمر الجميل التحفة اللي أنا سويته معاكم ودي البطاطس المقلية والبيض المضحرج والليمون المخلل اللهم بارك والحبحة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك فضل ونعمة من ربنا الناس بقى حبايبنا اللي بيحبونا لو وصلوا معنا للحتة الجميلة دي يدونا لايك كده أنا عارفة بس ان انتم بتنسوا عشان الفيديو ايه يتشاف كده ويظهر بسم الله ما شاء الله اللهم بارك والسلام عليكم ورحمة الله